أصدرت النيابة العامة بألمانيا من يومين مذكرة توقيف بحق غواص أوكرانيا متهم بتفجير أنابيب نوردستريم أهم خطوط إمداد الغاز الروسي لأوروبا كيف حقق هالتفجير مصلحة أوكرانيا على حساب حلفاء الأوروبيين؟ لما اشتاح الجيش الروسي أوكرانيا بالـ 2022 لقى الاتحاد الأوروبي مصلحة سياسية بدعم الجيش الأوكراني بس كان عنده مشكلة اعتماده على روسيا لتأمين 40% من إمدادات الغاز الطبيعي واستعمل بوتين هالورقة للضغط على الأوروبيين الاستغناء عن الغاز الروسي بسرعة ما كان مهمة سهلة وطرح ثلاث تحديات أساسية واحد كانت أوروبا بحاجة لفترة لتعب مخزونة استراتيجي من الغاز تحضيرا لفصل الشتاء اثنين كانت أوروبا بحاجة لمستثمرين يبنوا محطات تسمح باستقبال الغاز المسال بدل غاز الأنابيب الروسية بس هالمستثمرين كانوا خايفين يخسروا بالمستقبل وتصير محطاتهم بلا عازة إذا رجعت تحسنت علاقات أوروبا مع روسية ورجعت أنابيب الغاز الروسي تشتغل مثل العادة الثلاثة الغاز المسال هو أعلى كلفة من غاز الأنابيب يعني التصنيع والاستهلاك المنزلي بيصير أغلى إذا تم اعتماده وكان فيه تباين داخل الاتحاد الأوروبا بخصوص درجة تخفيض ويردات الغاز الروسي لكل هالأسباب انحشرت أوروبا بعد تفجير أنابيب نورد سريم عبويب الخريف وانفرض عليها تأمين بدائل سريع عن هالأمدادات ولو بكلفة باهزة وكانت النتيجة التضخم وارتفاع كلفة الغاز بأوروبا بالمقابل كان التفجير لمصلحة أوكرانيا لأنه حط حلفاء الأوروبيين قدام الأمر الواقع وأنهى ترددهم بالتخلص من الاعتماد على روسية بعد سنة بس من تفجير الأنابيب نزل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لـ 8% وصار الانتقال للغاز الموسيل مغري اقتصاديا على المدى الطويل هرب المتهم بالتفجير على أوكرانيا والسلطات الأوكرانية مش متعاونة حاليا مع التحيات الألمانية أما بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين فجربوا يغطوا عليها امتنعت بولندا عن اعتقال المتهم قبل هروبه لأوكرانيا وسكروا السويد والدنمارك التحيات بحجة عدم اختصاصهم رغم وقوع التفجير بمنطقتهم الاقتصادية الخاصة